بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الاهلي اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير النهاردة هتكلم بحضراتكم في موضوعين مهمين جدا ولكن الموضوع الاول وهو سؤال او هو حاجة هتكلم فيها معاكم كيف تصبح بطلا ده الموضوع الاول الموضوع التاني ازاي تركب الترند خلال هذه الفترة فكيف تصبح بطلا تكلم في التليفون دلوقتي او تصبح موضوعي او تقول ان انا موضوعي تجيب ناس على التليفون او انت تتكلم في التليفون وتجيب ناس قاعدين اربعة خمسة قاعدين او اتنين تلاتة زي ما انت عايز يقودوا يهزوا في رأسهم ويقول لك صحا كلامك مصبوط وانت بتكلم في التليفون تشتم النادي الاهلي وتنتقد النادي الاهلي وتشتم ادارة الاهلي وتنتقد إدارة النادي الأهلي وتفضل ماشي في هذه السكة وفي هذا الاتجاه فتصبح بطلاً عند جمهورك اللي بيتكلف في تليفون يعني فدايماً أو خلال هذه الفترة هو ده إزاي تبقى بطل فتعمل كده فخلاص الكلام ده بقالنا سنتين ثلاثة بنقوله بقالنا أكتر من سنتين ثلاثة بنقوله دايماً لما كنت باجي أتكلم مع حضراتكم كنت بقول في حاجة اسمها الترند الإيجابي ممكن تركب الترند ولكن اركب الترند الإيجابي وليس السلبي طب إيه عام المقدمة اللي انت عملت قولها لنا دي وعملت قولي كيف تصبح بطلاً وتجيب أربعة ويهزولك رأسهم طبعاً حضراتكم عارفين أنا بتكلم مع مين والإعلام الموضوعي اللي احنا ما بنسمعش إنه هو موضوعي إلا في اتجاهات واحدة وفي أمور واحدة اللي هي ضد النادي الأهلي أو زي ما قلت لحضرتك أنت عايز أركب الترند فهعمل إيه؟ هطلع أدافع عن حاجة غلط صح؟ هطلع أدافع عن حاجة غلط ولكنها ضد الأهلي المهم إن أنا أطلع ضد الأهلي في أي حاجة لمجرد إن أنا عندي بعض العقد الشخصية وبعض الأمور الشخصية وبعض الأمور النفسية اللي بتخليني أطلع أتكلم فهطلع أقول بيان مثلاً أقول فيه إنه أنا مش هسيب حقي مثلاً يعني فتركب الترند المهمة تطلع تقول حاجة ضد الأهلي أو إدارته أو لاعبيه أو كذا أو كذا أو كذا طب هل معنى الكلام اللي أنا بقوله ده؟ وطبعاً حضراتكم عارفين أنا عايز أتكلم في موضوع ميد عايز أتكلم في موضوع حسين الشحات فهل معنى الكلام اللي أنا بقوله ده؟ إن أنا مع حسين الشحات في اللي هو عمله؟ عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً جداً أنا من الناس اللي تعرف حسين الشحات كويس أنا من الناس اللي بتدعي يعني إن أنا بيني وبين حسين علاقة محترمة وجيدة جداً حسين الشاحات من الناس المحترمة والمؤدبة والمهزبة وواحد من اللعيبة اللي تقدر تعتمد عليهم في حاجات كتيرة جداً براك كورة كصاحب كصديق فدي حاجة فانا عايز اقول لحسين على الهوى هو وأمام الملايين اللي بيتفرجوا حسين انت غلط حسين انت تستحق كل عقوبة اتقالت عليك وكل كلمة اتقالت عليك خلال الفترة اللي فاتت فيما حدث أمس في المباراة مهما كانت الاستفزازات ومهما كانت الأمور ومهما كان ما فعلوا لاعب نادي بيرامدز ولكن انت حسين الشاحات انت بتنتمي للنادي الأهل فاللي انت عملته ده غلط وغلط كبير جداً 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 طيب الغلط الكبير المفروض يحصل فيه ايه؟ او لما يحصل غلط فأي بيت عندنا في الأسرة المصرية بيحصل ايه؟ لما حد بيغلط بيتعاقب أول واحد بيعاقبه مين؟ أهل بيتك او ده الصح ده اللي تعلمناه دي الأخلاق دي المبادئ دي الأخلاق دي المبادئ دي الأمور اللي بنمشي بيها في حياتنا اللي تعلمناه من 1907 مع النادي الأهلي وحتى الآن طيب اول حاجة عملت حسين الشاحات انت غلطان من بيته من النادي الأهلي بعيداً عن اي عقد نفسية وبعيداً عن اي امور شخصية وبعيداً عن بيانات طلعة ولا اي حاجة خالص كل ده حطناه على جنب والنادي الأهلي نظر إلى شيء واحد فقط هو أخلاقنا وتقالدنا الأهلوية المصرية أنا أسف الأول الأهلوية فأول قرار طلع هو اللي أمام حضرتك قرار الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة على اللعب حسين الشاحات بعد المشادة التي حدثت عقب المباراة فكده هنعمل ايه؟ هنسقف لكابتن سيد عبد الحفيز وحنشد ودان كابتن حسين ونقول له يا حسين اللي انت عملته ده غلط أو يا كابتن حسين اللي انت عملته ده غلط طيب تاني حاجة حصلت في الأمر ده ايه؟ وأنا بتكلم مع حضرتك تاني حاجة حصلت إن اللاعب المحترم المؤدب اللي أنا عرفه اللاعب المؤدب المحترم اللي أنا عرفه اللي هو اسمه حسين الشاحات اللي هو أخطأ مبارح خطأ كبير جدا الراجل حس إنه هو غلط فعمل ايه؟ راح لكابتن نادي بيرامدز أو للعب نادي بيرامدز وسلم عليه وباسه وحضنه وقال له ما تزعلش مني أنا غلطان هنا أرجع أقول الركع التربية حسين غلطان ولكن متربي متربي داخل البيت كويس ومتربي داخل النادي الأهلي فخلاص أهو إلا أمام حضرتك ده فحسين ولا لقطة ولا مش لقطة ولا زي ما حرجع لكل هذه الأمور لكن أهو حتى الشيبي نفسه مبسوط وسعيد وفرحان بعد كده التحريد اللي حصل لكن مش قصة لكن هنا كابتن حسين عرف أنه غلط فباس دماغ الراجل أنا آسف جدا مشي موضوع انتهى والأمور جيدة حتى يعني هنا يعني كابتن هاني سعيد من شوية أنا شايفه طالع بيتكلم بيقول إيه كابتن هاني بيقول إنه حسين أصله ما حصلش حاجة وأنا ما كنتش أعرف إن حسين عمل كده طب أنت ما كنتش تعرف يا كابتن هاني اللاعب الشيبي ما كانش يعرف برضه ما هو أكيد عارف حسين الشيحات عمل معاه إيه فهو الراجل بيدحك وحضنه وأهو وأنا آسف ومامتك ومرتك على دماغي من فوق اللي بالمناسبة اللي بالمناسبة مامة حسين وزوجته اتشتمه بأبشع الشتايم من كابتن شيبي ده مش كلامي ده كلام كابتن حسين في لقطة هنجيبها لحضراتكو كمان شوية بتقول هذا الكلام فخلاص الموضوع خلص لغاية هنا مشادة حصلت ما بين اتنين اللاعبة وانتهى الموضوع النادي النادي الأهلي صاحب المبادئ والأخلاق طلع قرار من مدير الكرة وقال فيه إنه هو عقب حسين الشيحات وحسين الشيحات راح أتوذر قال لي اعتذار الأول ثم أهل بيتك اللي هو النادي الأهلي عقبوك طيب اللي بعد كده من ساعتها لغاية دلوقتي يا أنا أبيض مليون حاجة والموضوع كبر وأصبحت مش عارف إيه ليه لأن تدخل البعض بعض من لا يشجع النادي الأهلي تدخل وعمله إيه على رغم من البعض دول لو تجي تبص عليهم هتلاقيهم إيه اللي رفع الشوز بتاعه للجمهور اللي ضرب لعيب قبل كده قدام الناس ولم يحدث أي شيء لم يحدث أي شيء فتلاقي كل واحد فيهم دلوقتي عمل فيها بطل طالع أنا البطل بقى أنا هاخد اللقطة ولكن على السوشال ميديا هو ده اللي عايز ياخد اللقطة على السوشال ميديا بالمناسبة يعني فيطلع واحد يقولك بتعرف إيه على الرغم من حسين قال لك أنا غلطان مرة تانية أنا ما بدفعش عن حسين وكلمت حسين مئة مرة وقلت له أن أنت غلطاني حسين وأن أنت تستاهل أي عقوبة وقال صح فوق دماغي من فوق فيش مشكلة خالص ولكن أنا هنا قدي حسين الشحات مئة مباراة قدي حسين الشحات هرجع لكم للاعتذار ده ولكن قدي حسين الشحات مئة مباراة قول إن حسين الشحات غلط فأنا مش حديله مطشين حديله مئة مطش بالمناسبة حسين يعني أعتقد أنا ما عرفش أنا مسألتوش وما عرفش ولكن لو اللايحة بتقول مئة مطش خلاص ما عندناش مشكلة في هذا الأمر أو أنا ما عنديش مشكلة في هذا الأمر